بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم وبارك في كل وقت وحين يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضبط بخير أيها الصائمون في مشارق الأرض ومغاربها أسأل الله أن يتقبل منكم ومني ومن كل المسلمين صالح الأعمال وأن يجعلنا من أهل الجنات وأن يشفع فينا الله سبحانه وتعالى الصيام والقيام والقرآن والصالحات والطيبات إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين هنقرأ إن شاء الله بإذن الله في هذه الليلة العظيمة الجزء الثاني عشر من كتاب الله سبحانه وتعالى وهو الجزء الذي فيه آية فيها معجزات المعجزات فيها أسرار لا يعلمها إلا الله فيها كنوز فيها قضاء حوائج فيها تحقيق أمنيات فيها الرزاق واسعة فيها فتح أبواب الخير والسعادة والفرح فيها زواج وشفاء وصحة وعفية وشفاء من أمراض كلها شفاء من سحر شفاء من مس شفاء من حسد شفاء من عين شفاء من تصالت شفاء من تابعة ما أجمل ما أجمل وما أروع هذه الآية العظيمة من سورة هود بإذن الله سبحانه وتعالى هنشوف معاها كل ما نتمناه زي ما قلنا كمان النجاح التفوق سرد الديون شراء منزل جديد تسخير الخلق محبة الخلق أجمعين كمان النصر على الأعداء والظالمين بإذن الله النصر في البقعة المباركة اللهم نصرهم نصرا عزيزا وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا أرحم الراحمين نجاح تفوق سفر وظيفة حمل إنجاب محبة شفاء من جمال الأمراض المستعصية والأمراض النفسية والأمراض العصبية نعم نعم بفضل الله سبحانه وتعالى يلا بينا ندأ الطريقة كما عتدنا نتوضى ونتوضى ونصلي راكعتين لله بنيت طرد الطاقات السلبية طاقة الهم والغم والحزن والكسل والضعف والوهن والخوف والشك والقلق والإتراب ونستجلب بهذه الراكعتين أو بهذهين الراكعتين الطاقة الإيجابية طاقة الفرح والسعادة والسرور والنشاط والهم والثقة في الله وحسن ظن في الله وإن إحنا بإذن الله تحقق كل أمنيتنا وحاجتنا صارنا راكعتين وضعنا النية نجلس في مكاننا ونقرأ بداية من الآية رقم 6 من سورة نبي الله هود الآية رقم 6 بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الآية رقم 6 نقرأها بإذن الله وثم نكمل الصورة صورة هود إلى أن نصل الآية رقم 56 الآية رقم 56 المعجزة الآية العظيمة التي من يقرأها بهذه الطريقة فقد فاز وربح وسعد الآية رقم 56 نقرأها بسم الله الرحمن الرحيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الله 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 إن ربي على صراط مستقيم هذه الآية نكررها ونرددها بعدد سبع مرات نقولها مرة كمان كده إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم سبع مرات تدبر وتأمل والقرآن تدبر وتأمل عشان تقاطر يعني زي ما بيقوله من زاقة عرف من زاقة عرف المعجزات وعرف الفتوحات وعرف تحقيق المستحيلات تزوق وأنت تقرأ بقلبك ولسانك وجميع جوارحك فأنت الفائز ورب الكعب أنت الفائز تمام قرأنا الآية سبع مرات نكمل الصورة بإذن الله ونكمل الجزء الثاني عشر من كتاب الله سبحانه وتعالى حتى نصل للآية العظيمة من صورة نبي الله يوسف بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم الآية رقم 52 من سورة يوسف نرددها زي ما رددنا الجزء وبعد الانتهاء بإذن الله سبحانه وتعالى من قراءة الجزء الثاني عشر لا استغفر الله نقول أستغفر الله العظيم أو أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا العهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر مع صنات أبو إلك بنعمتك علي وأبوه بزنبي فاخفر لي فإنه لا يخفر ذنوب إلا أنت أي صيغة استغفار بتحبها قلها بإذن الله مباحة بإذن الله تقول أي صيغة استغفار في هذه اللحظات بعدد 111 مرة 111 مرة وبعد الانتهاء بالاستغفار تدعو الله سبحانه وتعالى رافعا الكفين أو ساجدا لربك ومولاك وخالقك وتقول اللهم إني أسألك بسر ما قرأت من القرآن الكريم وما فيه من السر والأسرار والنور والأنوار أن ترزقني قضاء جميع حوائجي من الدين والدنيا والآخرة فإنك تعلمها وقادر على قضائها اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا واسعا مدرارا يأتيني مسهلا ميسرا اللهم ارزقني مالا كثيرا أسد به ديني اللهم ارزقني مالا في هذا يوم أو في يوم هذا وفي كل يوم يأتيني من كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أبسط لي في الرزق اللهم أأتيني ساعة من المال اللهم يا أرحم الراحمين افرجها علي زوجني اشفني عافني داوني اهدي أبنائي اهدي زوجي اللهم أصلح ذات بيننا وقل بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ودينا السبب والسلام اللهم يعني اهدي أبنائي كل ما تمناه بقى من السفر وظيفة الحملة الزواج إن جاب كل حاجة أقولها وإن شاء الله بإذن الله جميع ما تظنه مستحيلا سيتحقق وجميع ما تظنه لن يتحقق سيتحقق بإذن الله بس انت خلى عندك حتة الثقة اللي مكانش موجودة قبل كده وحسن الظن اللي مكانش موجودة قبل كده وتابع وتابع الثقة بالله وأنت الفائز والكسبان بإذن الله صوم مقبولا وإفطارا شهيا وأتمنى لكم يا رب يا رب يا رب يا رب يرزقكم رزق واسع 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 لا ينفد بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته